أعلن سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسم نائب حاكم الشارقة عن إطلاق جائزة التمييز المؤسسي تميز والتي ستقام على مستوى الجهات التي يترأسها سموه جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده لقيادات المؤسسات التي يترأسها سموه صباح اليوم الأربعاء في منطقة الجادة في إطار الطلاع سموه المستمر على سير العمل في كافة المؤسسات التي يترأسها سموه حضر سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسم نائب حاكم الشارقة اللقاء الدوري لقادة المؤسسات التي يترأسها سموه والذي انعقد في منطقة الجادة بالشارقة وكان سمو نائب حاكم الشارقة قد ألقى كلمة خلال الاجتماع أعلن من خلالها عن إطلاق جائزة تميز المؤسسي تميز أتيني أسأل كثير أحيانا عن سر بعض النجاحات أو نجاحات المؤسسات التي تتبع لي وجوابي دائما يكون واحد أن هذه المؤسسات فيها فرق أو فريق متكامل متميز هو الذي يرفع هذه المؤسسة وهو هذا الفريق الذي هو السبب الرئيسي في نجاح هذه المؤسسات وهذا بدوره يعني يعطي انطباع جيد للمؤسسة نفسها وكذلك لأنا شخصيا وفي نفس الوقت الإشادة هنا طبعا للفريق كامل سواء كان يعني من ضمن الفريق الذي يشتغل على نجاح هذه المؤسسة أو غيرها فدرسنا الموضوع أكثر واكتشفنا أن الحوكمة هي جزء بسيط جدا من منظومة متكاملة هي منظومة تميز ولذلك نحن اليوم هنا نطلق جائزة التميز وندرس كيف نقدر نميز مؤسساتنا الداخلية بحيث أن نبرزها بهذه المنظومة هذه المنظومة يمكن ما أدخل في تفاصيلها أنا اليوم عندنا الأخ فهد يمكن هو جزء راح يكون من هذه الجائزة وهو متخصص في هذا المجال بترك له المجال أن يتكلم يمكن يحدثنا عن نفس قبل وعن هذه المنظومة كذلك واستمع سمو نائب حاكم الشارقة رفقة السادة الحضور لشرح قدمه المستشار فهد السويدي عن الأهداف الاستراتيجية للجائزة وألياتها وفئاتها المختلفة ونشر ثقافتها إضافة إلى التعريفات والمعايير المرتبطة بالحوكمة ومرتكزاتها وأدوات التقييم من حيث الأنظمة والرقابة وفوائدها التي تساهم في عملية صنع القرار كما اطلع سموه على عرض مرئي تناول النماذج الخاصة بالتميز على المستوى المحلي والعالمي وفوائد تطبيقه بالإضافة إلى أمكانية عكس معايير نماذج التميز العالمية على العمل المؤسسي في الجهات الداخلية لتحقيق السعادة والجودة ختاما تفضل اسمو نائب حاكم الشارقة بتكريم المستشار فهد السويدي مقدما شكره وتقديره للجهود التي يبذلها في سبيل تعزيز منظومة العمل